تنتهي وزارة التنمية المحلية الأسبوع المقبل من المرحات الثانية للبرنامج التدريبي والتأهلي الشامل لكوادر وقيادات الإدارة المحلية بقرى البرنامج القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وأكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي أن الأسبوع المقبل سيشهد انتهاء تدريب ست مجموعات من رؤساء الوحدات المحلية القروية المنفذ فيها مبادرة حياة كريمة بعدد 214 متدربة موضحا أنه تم تقسيم رؤساء الوحدات المحلية إلى 11 مجموعة وتم الانتهاء من تدريب 5 مجموعات بعدد 118 متدربة على عدة موضوعات أهمها إدارة الموارد الذاتية والنهج التشاركي وإشراك المواطنين